اهلا بحضراتكم من جديد وفاقرة تريند التريند تريند التريند النهاردة والحديث الابرس طبعا عبر السوشيال ميديا مباراة تدجل والاهلي هذه المباراة المهمة جدا في الدوري العام وهي مباراة الصدارة النهاردة ده عنوانها الرئيسي هي مباراة صدارة الدوري ليه بنقول صدارة الدوري؟ لو بسطة جماعة جدول الدوري العام هتلاقي الاهلي حلام في المركز الثاني ب58 نقطة خلف المنافسة المتصدر بسلاس نقاط هي مباراة تفوز بالسلاس نقاط تتصدر الدوري تبقى للليحة الأول المواجهات المباشرة بين فرق المربع الزهب فالاهلي فاز في الدوري الأول تعادل في لقاء الدوري الثاني فالمواجهات المباشرة لصالح الأهلي فارق الأهداف لصالح الأهلي الأهلي موجب 33 هدف حتى في إحراز الأهداف هو أعلى إحراز أهداف من المنافس بحوالي 6 أهداف إذن كل الأمور في صالحك لكن مهم جدا تتصدر الدوري وتكون في التساوي مع النقاط مع الفريق المتصدر حلاني ومع ذلك لسه فيه سبع مباراة بالتأكيد هيكون فيها مطبطة صعبة جدا انت بعد دجلة عندك السيراميكا كليوباترا يوم الساب ثم الإسماعيلي ثم إمبي ثم الجيش المصري الجونة والختام مع أسوان بنتكلم سبع مباراة في حوالي 21 يوم فهيبقى التوقيت تديق والمباراة متلاحقة وأتمنى الفترة القادمة الغيابات اللي النهاردة مش موجودة في مطش دجلة والأهل تكون موجودة في المباراة اللي جاية اللي نحن محتاجين كل عنصر في الفريق الفترة الجاية نهاردة أبرز الغيابين لو بنتكلم على الشناوي أيمن أشرف بدري بنون طاهر محمد طاهر أكرم توفي أحمد رمضان بيكهم ناصر ماهر وليد سليمان محمد محمود